اشتركوا في القناة اعمن ان تكون مادية من غيرك واعمن ان تكون من ظلم سواك او من تأثرك بما حولك من عناصر الكون كالطبيعة وسواها قلت وسبحان الله المشرع ما ألطفه فانه سبحانه وتعالى قد ضمن اعواض ومقادير من ثواب لكل من حرم حكما او من حرم حقا شرعيا من حقوق الشريعة ان التفاضل القائم بين اصناف الخلق كالوالدين والاولاد حيث لم تجعلهم الشريعة برتبة واحدة في عدة من مصاف الاحكام مثل القضاء مثل الحدود مثل 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 إلى آخره مثل الحقوق وجوب الاطاعة او عدم وجوب الاطاعة بين الاب وبين الابن بين الاب والابن او بين الوالدين والاولاد جعلت الشريعة ما يظهر منه طبقية بين رتبة الاباء والامهات من جهة ورتبة الابناء والبنين من جهة حتى مثل هذا ضمنت الشريعة فلا يظن بأن هذا عطاء بالمجان للوالدين فإن الله تعالى أعطاك ببرهما وأعطاك بطاعتهما ما لا تستحقه من غيرها بل ما لم تصل إليه من تعويذ الثواب أصلا إلا من خلالها بل في بعض المرويات لك الجنة أو مثلا ما يظهر منه أنا طبعا توسعت بهذا الموضوع كثير الموضوع ليس إلى هنا الموضوع إن المصنف رحمه الله قد ذكر ما ذكره متكلمون من عدل الله تعالى يصل إلى مرحلة تعويذ ما تتألم منه من غيرك هذا هو وقلنا بأننا لا نعتقد في الدنيا بقاما للحساب نحن قائلون بالانتقال إلى هناك وهناك تعويذنا التام حتى لو عوضنا هنا كيف يصح أن يسمى هذا عوضا وهو زائل العوض بد يكون يزيد الله يلعن يزيد بد يكون يزيد على الألم يعني أخسرك مالك حتى لو عوضك مالك هنا هذا اسمه انتصاف ما اسمه تعويض مالك المتروك اللي عوضني لك يا ستتركه طوعا أو كرها لا يسمى هذا تعويضا حقيقة إنما التعويض هناك فيما لا يزول عنك ولا تزول عنه بل أزيد ولعنة الله على يزيد إن بعض هذا المعوض أصلا يكون أضعافا على ما أخذ منك هناك هناك لا أقل عليكم السلامة لا أقل من جهة المدد ومن جهة الزمن ومن جهة إلى آخره لأنه إذا أخسرك شيئا وأعطاك مثله لا يسمى تعويضا ترى لأن الحكمة تأبى ذلك الحكمة تنفي ذلك إنه أنا أخذت منك مالا ورددته إليك ثم ماذا أشباب العباثية هذه لكن لا أخذت منك مالا وعوضتك عليه نعما هون في حكمة يقال هون في مصلحة يقال هذا العوض جيد فأقول نحن هنا كنا لكن الكلام يفتح عنوين أخرى فأقول هذه الشريعة المقدسة قد ضمنت حتى مثل هذه الجزئيات المفردات ما يظهر منه مفارقة في أصناف المكلفين بين النساء وبين الرجال وقلت قد وضع الله تعالى عنها أو عنهن الجهاد وأعطاها أجر الشهداء قد وضع الله عنها الجماعة وأعطاها في بيتها ما لا يعطى أو يعطى الرجل طالبا للجماعة ووضع عنها الجمعة طبعا أربع جماعة تحطوهم في بيلكم لا جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا جنازة على النساء أربع جيمات جمعة وجماعة وجهاد وجنازة على كل حال ففي مثله لا يقال حرمان وإن طراء أنه حرمان فالتعويض قائم فإن المولى عز وجل جعل ثوابا مرهونا بفعل من صنف وجعل ثوابا مرهونا من صنف بعدم الفعل حيث تنصاق النفوس إلى فعله فإذا اجتنبت المرأة هذه الأفعال أخذ الثوابها ويزيب ولعنة الله على يزيب أقول وما يظهر منه في الشريعة من أحكام مثل ما يظهر منه الطبقية قلت كالوالدين والأبناء وأصحاب السن الكبير بلحاظ من هو أصغر منه كل هذا يطعاطى معه امتثالا بالشريعة فيعوض على المنقوس فيعوض على المنقوس وطالع الروايات تفاتحك بمضامينها فتقول ما من امرئ مسلم كرم شيبة إلا و إذن هذا التعويض كل هذا أو مثلا النظر في وجه الوالدين عبادة الله طبعا قاس والدك بالمقدسين عنده يوفي عن الرواي النظر إلى وجه علي عبادة والوجه نظر إلى الكعب عبادة إذن قاسها بأعظم ما لديه عز وجل قاس النظرة إلى والدك نظرة شفقة نظرة احترام أقول ما يظهر منه طبقية أو ما يراه بعض طبقية هو ليس من الطبقية هو من باب الاكتساب هو من باب التكسب كيف يتكسب تتكسب أصناف الناس ثوابا وهذا يجرنا إلى من اعتدى عليه أبواه وأنجباه من غير طريق شرعي المسمى بيعاء غير الولد الشرعي هذا يطراء السؤال على البال من كثيرين ما ذنبه وصلا لم أضعه في خانة الذنب حتى تسألني عن ذنبه أنا ما أنقصته حظه ولا أنقصته قيمته ولا أذهب به إلى النار ولا أعتقد به بأنه منقوص العقيدة أقول وما يظهر من الروايات في هذا فهو من المعوضين أيضا فهو من المعوضين أيضا بحث لطيف في هذا المجال لكنه طويل بس أشير إليه أقول الذنب على سواه وهم المقصران وهو مظلوم من هذه الجهة فما منع منه من الحقوق والتمتع بالحقوق والحصانات الشرعية حيث منع من عدة من الوظائف أقول ولا ذنب له الصحيح لا ذنب له هذا إن كان من الذين أرادوا وجه الله عز وجل عوض عنه هذا أيضا مضمون بالتعويض كل نقص حقوقي حدودي قيودي ما تشاء عبر معوض عنه لكن لا يستسخفن أحد مثل هذا الحكم والتخصيص فإن أعدل الناس في القوانين الوضعية يشريطون أحيانا في أصحاب الوظائف صفات ويشريطون فيها وظائف ويشريطون فيها جنسية يشريطون فيها إقامة يشريطون فيها تبعية يشريطون فيها سنا يشريطون هكذا ما هذا الاشتراط إلا اعتبار والاعتبار بيد المعتبر والاعتبار بيد المعتبر سعة وضيقا أقول كل هذا مرعي الوضوح ومرعي البيان في الروايات بس عندنا كلام يشار فيه إلى هل أن النقص الخلقي يكون توأماً مع هذه المواليد يلازمها حيدلت بعض الروايات نقص خلقي مش خلقي من غير المولود من أبوين شرعيين أو من اتصف ببعض النقائص الشرعية كجنين أدري صحيح 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 هذا التوصيف إنه هذا النقائص الخلقية لا هذا بالكشف الإني هذا بيجي له هلأ فهل هذا التوصيف في النقص الخلقي توأم له أقول لا يظهر منه اقتضائية في النتيجة وليس لزوماً وليس لزوماً شو يعني اقتضائية أقول حتى ينتج الناتج ويتم يحتاج مع الاقتضاء إلى شرط وعدم مانع إلى شرط وعدم مانع سأقيسها في الإيجاب ليتضح الجواب فأقول إن من بكى على الشهيد عليه الصلاة والسلام من بكى الحسين دخل الجنة يمكن أن يستشكل أو يسأل أو يقال هل البكاء على الحسين عليه السلام بذاته يدخل الجنة وتستمع إلى بعض السخفاء أو المسخفين يقولون وهذا عمر بن سعد لعنه الله قد بكى على الحسين يوم العاشر عندما أنبته المعظمة زينب عليه السلام إذا سمعناه أو تناقل مثل هذا الكلام بعض الناس عن بعض السخفاء أو المسخفين أقول هذا جاهد أو متجاهل بأن مثل هذه الأمور هي على مستوى الاقتضاء وليست على مستوى العلية التامة وليست على مستوى العلية التامة فإن دخول الجنة بلا شك ولا ريب مع غض نظر عن رحمة الله عز وجل التي واسعت كل شيء مع غض نظر عن لطف الله تبارك وتعالى مع غض نظر عن هذا إن دخول الجنة معلول لعلة وناتج عن سبب فما هو سبب دخول الجنة سبب دخول الجنة بلا شك ولا ريب أمور أفعال أشياء نعتقدها نؤمن بها نلتزم بها ننفي شركها ننفي ضدها بعبارة أوضح أقول دخول الجنة ناتج عن دين وعقيدة وامتثال واجتناب وإلى آخره يعني ناتج عن علة تامة والعلة التامة التي تدخل الجنة هي المقتضي والشرط وعدم المانع المقتضي والشرط وعدم المانع مثلا الصلاة تدخل الجنة جميل الصلاة تبلغك رضوان الله جميل الصلاة قربان كل تقي صحيح ويعمود الدين صحيح هذا التعبير السماوي بأنها قربان كل تقي وبأنها تبلغ مرضات الله وبأنها تدخل الجنة اقتضاء يعني فيها اقتضاء إدخالك الجنة فعليك تحقيق شرطها شو هو شرطها مثلا الإيمان يعني أن تكون مؤمنا يعني أن تكون الصلاة من مؤمن أن تكون الصلاة من مسلم أن تكون الصلاة صحيحة أن 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 ما تشاء من شروط وهذه الشريعة بيّنتها إذن أصل هذا الفعل النبيل أصل هذا العنوان الشريف المسمى بالصلاة فيه فيه بذاته اقتضاء دخول الجنة نعم وهي الصلة بينك وبين الجنة أفهمها أقول هذه الصلاة وهي عمود الدين بذاتها فيها اقتضاء دخول الجنة مشروطا بي حقيق الشرط بعد الاقتضاء وتحقيق الشرط لا يسمى علة تامة بعد وعدم المانع عدم المانع شو هو المانع يعني أوجدت الصلاة وأنت مؤمن مثلا وأنت مؤمن فضل حبيبي فحققت الاقتضاء وأوجدت الشرط لكنك للأسف أوجدت المانع أيضا فلا تأثير فلا تؤثر الصلاة دخولا للجنة إلا إذا أتيت بعنوانها وفعلت شروطها ورفعت موانع دخولك الجنة بها مثلا صلى وهو مؤمن بشرائطها وقتل مؤمنا هو أوجد مانعا صحيح أوجد المقتضي صحيح هيأ الشرائط لكنه كذلك أوجد مانعا من دخول الجنة وهو قتل المؤمن مثلا قتل النفس بغير نفس أو بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا إذا أنا أرأت أقدس المقدسات في العناوين الشريفة اللطيفة وهي الصلاة اقتضائية قلت مع غض النظر عن رحمة الله إن الله تعالى يرحم من يشاء كيف وأنه شاء هذا شيء آخر بس عم نحكي قامت عقيلتنا على هذا إنما ذكر من العناوين والمضامين الشريفة اللطيفة في شريعتنا في رواياتهم عليهم السلام نسلم بها نؤمن بها نلتزم بها ونوجهها بما يتناسب مع منظومة الشريعة كلها ومع ما يتناسب من منظومة عقيدتنا فإن الصلاة فيها اقتضاء الدخول للجنة مع شرطها وعدم مانعها فكذا الدمعة على الشهيد عليه السلام نعم اقتضاء دخول الجنة فيها فهي من أجزاء علة وسبب دخول الجنة نعم لا نحصر دخول الجنة بالبكاء على الشهيد عليه السلام لكن لا نقبل أن ينفى اقتضاء دخول الجنة من قبل الدمعة لكنها اقتضاء فينقصها بعد شروط وينقصها بعد عدم مانع فلا يستسخفن أحد هذا المقدس من الأفعال وهو رثاء الشهيد عليه السلام حتى يقاص بالباكين على الشهيد من لا يستحق رحمة من الله تعالى كقاتل الحسين عليه السلام فإن المضمون أشرف من مثل هذا المثال ونحن قائلون بأن الدمعة فيها اقتضاء وعليها يحتاج أمرها إلى شرط ورفع مانع ومثل هذا القياس بين الناس فاسد على كل حال أقول مثل هذه المضامين الإيجابية اقتضائية فكذلك المضامين السلبية أيضا اقتضائية أيضا اقتضائية مثلا مثلا إن المعصية الفلانية كبرى في المعاصي ونحن نعلم بأننا قسمنا المعاصية إلى كبائر حيث توعد الله دخول جهنم عليها وإلى صغائر حيث فيها اقتضاء بس لا يوجد كبير وصغير في الذنب بين يديه عز وجل فهو الكبير سبحانه وتعالى وكل عصيان بين يديه مستعظم فضيع كبير على كل إن معاصية دلت الشريعة على دخول صاحبها جهنم وهي المسمات بالكبائر مثلا الشرك بالله مثلا القتل الزنا الغيبة الكذب إلى معاصية كبيرة نستجيل بالله منها أقول دخول جهنم في فاعلها من فاعلها اقتضاء اقتضاء نعم اقتضاء أو جد مانعا من دخول جهنم هي تقفضي دخول جهنم ومانع دخول جهنم من فاعليها أمور كثيرة يا أخي إن الحسنات يذهبنا السيئات وغيرها إذن حتى السلبيات من الأمثلة اقتضائية فأقول هذا التوصيف في ناقص الخلق كالمولود من أبوين غير شرعيين مثلا ما أشارت الروايات إليه فيه عنوان الاقتضاء نعم فيه عنوان الاقتضاء فيبقى الشرط والمانع تماما يا أخي كمن امتثل أو كمن تمثل بفساد كمن تمثل بنقص في خلق ما مثل العصبية مثل سوء الخلق مثل عاق الوالدين مثل 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 إلى آخر في بعض الروايات بشر القاتل مثلا بكذا أو فلان بكذا أو فلان بكذا أيضا على نحو الاقتضاء أيضا على نحو الاقتضاء فالنقص في الخلق أو النقص في الخلق سواء يعوض عنهم الآلام عند الله تعالى ولا حتمية في الاقتضاء المذكور فيه وفيه لا في الإيجابيات ولا في السلبيات من العناوين فالاقتضاء بعمر الاقتضاء لا يعني حتمية فإن النتاج لا يكون في الاقتضاء حسرا إنما يكون في استجماع شرائط العلة التامة والاقتضاء أحدها والاقتضاء أحدها ورفع المانع أحدها وتحقيق شرطها أحدها في السلبيات في العناوين كالنقص في الخلق والخلق والمعاصي أو في الإيجابيات من العناوين كالصلاة والأفعال الصالحات و فمكارم الأخلاق هن الكريم في الجنة نعم بذاته الكرم يقتضي دخول الجنة لكنه لا يقتضي الحتمية فإن بعد فيها شرط وفيها غيره قلت قولي ونطبق قال رحمه الله السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه ومنه العوض شو هو العوض صار النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك ويجب زيادته على الألم وإلا كان عبثا أنا قلت لك ما معنى تعويضي لك في أن أخذ مالك ثم أعطيك مثله أو أرده إليك هذا عبث لو لم يكن من وراء أخذي منك ما تحب لو لم يكن لأخذي منك ما تحب حكمة تفوق هذا الألم الناتج عليك والحال بك من أخذي هذا لكان عبثا بل لكان ظلما وأذكر رواية وردت أظن عن الإمام السجاد صلوات الله عليه أظن عن السجاد أنقلها بالمضمون كان يحمد ربه تعالى أن أخذ منه أحبابه ولا يزداد له إلا حبه هذا من من التعويض أي تعويض أحمد الله الذي أو نحمد الله الذي يأخذ مننا أولادنا ولا نزداد له إلا حبه هو وحده سبحانه لا يحمد على مكروه سواه وحده عز وجل لم لأن فيما يظهر لنا من مكروهه صقل للنفوس وعوض وكلاهما حسن أرأيت المريض ورد في حقه من الروايات ما يؤنس المعافى والمريض بها مثلا إنه ملخص ما تفيد ببعض مضامينها الشريفة إن المريض لا يخلو من إحدى حسنيين لا يخلو من حسنيين إما رفعة في درجة وهي حسنة وإما كفارة عن ذن وهي حسنة فتبارك الله سبحانه وتعالى من عادل ما أكرمه من عادل ما أرحمه والفقر كذلك والقلق كذلك بل في بعض الروايات إن كل غم على المؤمن كل غم على على كل حال نسأل الله عسن العاقبة والختام بحق الزهراء عليك يا رب أقول الألم الحاصل الحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك يصدر عنا خاصة بلا شك يعني بمعنى من المعاني أن يكون ذاتي القبح يا أخي قصد هنا ذاتي القبح مثل الظلم الظلم اتفقنا ليس قبحه اقتضائيا إنما قبحه ذاتي أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسن وقد ذكر لحسن الألم وجوه طبعا هو ذكره أنا ما رح أوقف عنده لأنه واضحة بس نذكرها نحن وعم نقرأ قال الأول أكونه مستحقا طبعا وقد ذكر لحسن الألم وجوه يعني إذا لم يكن قبيحا ذاتا فيحتمل أن يكون حسنا لازما أو حسنا محسنا أو 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 إلى آخر بعبارة أوضح أن تؤلم ولدك لما لما إما لكونه مستحقا مثلا بس حتى لو كان مستحقا وأنت العاقل الحكيم لا تؤلمه لكونه مستحقا إلا أن تضمن استحقاقه منفعة تعود إليه أيضا فكيف بالله عز وجل فالألم الصادر منك على هذا الآخر قد يكون مستحقا نعم نعم يكون مستحقا تعرف أنت ممكن يكون مستحق ويكون فيه حسن كما لو ضربته لكونه مستحقا للضرب دفاعا عن أخيه أو استنصارا لأخيه وهكذا أو كونه مشتملا على نفع الزائد العائد إلى المتكلم متألم أو كونه مشتملا على نفع الضرر الزائد عليه مثل تفضلي اختي مثل أن يبتر عضو من أعضاء المريض أو مثل أن يلقى المطارد في المطامير ألم وأي ألم لقاء نفع أو حتى لا يتفش الألم أكثر وهكذا أقول ذلك الحسن صادرا عنه تعالى وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه تعالى وقد يكون صادرا عنه فإما إن كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمرا هنا محط كلامنا إذا تألمنا من أفعال صادرة من الله تبارك وتعالى كالطبائع وغيرها وما يجر هناك هذا العنوان من نقائص ذكرناها خلقا وخلقا فيجب فيه أمرا أحدهما العوض عنه وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل يعني ما تألم به المؤمن ولم يكن له فيها يد يقول يعوضه الله عز وجل حتى يرضى إله أعطنا من رضاك ما نرضاه يا رب لأنه يقبح في الشاهد يعني يقبح في المشاهد إلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة أخذته منك مالا وأرده إليك أنت تألمت عندما أخذ منك المال ورده إليك لم يعوذك عن ألمك هذا عبث أصلا ليخرج من العبث الاجتمال على العبثية ثانيهما اجتماله على اللطف أو لغيره ليخرج من العبث أما إذا كان صادرا عننا مما فيه وجه من وجوه القبح فيجب على الله تعالى الانتصاف يقول أما إذا صار عليك وحل بك ألم من غيرك من المكلفين من الناس الآخرين فينصفك الله عز وجل من الظالمين بل ورد في بعض المرويات ينتصف الله تعالى من كل ظالم للمظلوم حتى ينتصف للجماء من القرناء حتى لو كان إلى مستوى الحيوانات طبعا فيها كناية وفيها إشارة أما ما كان صادرا عننا مما فيه من وجوه من وجوه القبح فيجب على الله تعالى الانتصاف للمتألم من المؤلم لعدله عز وجل هذا لعدله عقلا ولدلالة السمع عليه ويكون العوض مساويا للألم إذا كان ينتصف لك من ظالمك أقول هذا الانتصاف هو أن يعطيك عوض ما تألمت منه على أن لا يكون ظالما للمنتقس أولا على أن لا يكون في أخذ الحق منه زيادة في ألمه أيضا وهنا فوائد الأول العوض هو النفع المستحق العوض ما هو كالعوض الواصل إليك من جراء عقد أعطيتك وعوضتني هذا عوض المستحق عندي وعندك لكنه خالي من تعظيم وإجلال فبقيد المستحق خرج التفضل وهو رحمة من الله تعالى وبقيد الخلو عن التعظيم خرج الثواب إذن سيعوض الله تعالى في مقابل مقابل الآلام يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل بمعنى من المعاني لا يتألم العاقل لقاء نفع زهيد فينبغي على الله تعالى أن يعوضنا عوض آلامنا نفعا كبيرا وليس عنده سبحانه أمد لهذا النفع فإنه الخلود الثالثة العوض لا يجب حصوله في الدنيا بلا شك لجواز أن يعلم الله تعالى المصلحة في تأخيره صحيح بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون وهذه عقيدتنا أصلا وما نراه في الدنيا من أذايا لأهل الدين ولأئمة المؤمنين ومن ظلامات مرت على الصالحين أو تكون الدنيا دار عدل ويحكم فيها يزيد ويهان فيها الحسين مثلا الرابع الذي يحصل إليه عوض ألمه في الآخرة إما أن يكون من أهل الثواب طيب سؤال هذا يخطر على البال يقول من يقول من ظلم وعلى الله تعالى تعويض ظلامته وعدله وإعطائه أقول إما في الدنيا فلا بأس يعطيه ما يستحقه على الله في دنياه وأما في الآخرة أقول في الآخرة كيف؟ هو ليس من أهل النعيم لنفرد إنسان جاحد لله عز وجل لكن الله سبحانه يشمل عدله حتى أمثاله فأقول هذا ليس من أهل الخير وليس من أهل الخلود في الجنة فكيف يعوض؟ قال إما أن يعوض في الدنيا وإما أن يخفف عنه سكرات الموت وإما أن يخفف عنه الألم والعذاب وإما وإما فيعوضه الله عز وجل وإن كان من أهل الخير فيعوضه الله كيف يشاء أن يشاء متى يشاء في الدنيا بل وفي الدنيا والآخرة بل في الآخرة فإن كان إما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات أو يتفضل عليه بمثلها في الدنيا وفي الآخرة وإن كان من أهل العقاب أسقط عنه جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق القدر على الأوقات بمعنى أن لا يقال له هذا التخفيف فيأنس المؤمن يفرق عليه رضوان الله تعالى على أمد ولا يعرف حتى لا يخشى الزوال لأنه يستحقه آنا فلا يعرف حتى لا يتألم والكافر المعاقب لا يقال ها قد فرقنا رحمة ما عليك فيرتاح الخامسة الألم الصادر عنه بأمره تعالى أو إباحته والصادر عن غيره عن غير العاقل كالعجموات وكذا ما يصدر عنه العجموات يعني حيوانات من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه بل قلت حتى الغم والهم بل وكل ألم وأشرنا في مطاو الحديث عن الفقر وما يظهر منه عدم التساوي بين الناس في دنياهم فإن الله تعالى عوض عن كل منقوس الخلق والخلق ما يكفيه ويرضيه ويرضيه في الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شكرا للمهما حدونا شكرا للمهما